انطلقت فعليات مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي والإطار الشرعي والدعوة للمبادرة ويشارك في هذا المنتدى العالمي ما يزيد على 350 عالما ومفكرا وناشطا من مختلف أنحاء العالم من بينهم 15 وزيرا للأوقاف و30 مفتيا من العالم الإسلامي ووفود من المنظمات الإسلامية الدولية ورؤساء الاتحادات الدينية من قساوسة وحاخامات والعديد من وسائل الإعلام من القرات الخمس مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة جاء انطلاقة لمشروع تجديدي كبير يرم إلى وضع تصور جديد للمواطنة في الدول الوطنية ذات الأغلبية المسلمة تصور يوافق التراث الإسلامي ويتوافق مع السياق الحضاري المعاصر لحقوق الإنسان والدستير الوطنية والمواثيق الدولية نحن نشارك هنا بتجربتنا كمثال على ذلك وأظن بأن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق رجال الدين لكي يحدثوا من خطابهم الديني والإسلامي حتى يكونوا على مستوى التحدي والمتغيرات التي تحدث في الزمن المعاصر عدد كبير من العلماء والمفكرين والوزراء وممثلية الأقليات والملل اجتمعوا لإطلاق إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات ليكون بمثابة التفعيل المعاصر لوثيقة المدينة المنورة التي وضعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم نؤكد أن ديننا يعلمنا أن نعطي الحق أن نعطي الحقوق الآخرين قبل أن نطالب حقوقنا وعندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في وسيقة المدينة قال ليهودي دينهم وللمسلمين دينهم فعندما نتحدث عن حقوق الأقليات غير المسلمة في الدير الإسلامية كان من الممكن أن يكون العنوان عكس ذلك حقوق الأقليات المسلمة في المجتمعات غير الإسلامية أو حقوق الأقليات فكفة ولكننا نبدأ بأقصى ضراجات الإنصاف وأقصى ضراجات التسامح لنؤكد أننا نبحث عن المواطنة المتكافة والتعايش السلمي بين البشر ونرجو أن يعاملنا الآخرون بهذه المعاملة تم التحضير لمؤتمر مراكش لكي يكون الأول في سلسلة من المؤتمرات يكون ثانيها حول الأقليات المسلمة في البلاد ذات الأغلبية غير المسلمة وواجب التعايش والاندماج الإيجابي ثم مؤتمر يتجاوز قضية الأقليات إلى تقديم تصور جامع لقضية المواطنة وعلاقة الدولة الوطنية بالدين هذه الحلقات تتكامل لإخراج إطار شرعي للمواطنة التعاقدية يصالح بين الانتماء الديني والدولة الوطنية المعاصرة تبرير الدين في النيل من حقوق الأقليات وكافة أشكال العدوان عليها كان أكثر المواضيع المطروحة أهمية حيث توخى المؤتمر أن يبين وبقوة وحزم أن اضطهاد الأقليات الدينية مخالف لقيام الإسلام ولتجربة الأمة التي لا نظير لتاريخها في التعايش والتسامح سمية المير لمركز الأخبار مراكش المملكة المغربية ترجمة نانسي قنقر